مصر ونجم أفريقيا أفريقيا كمير منورة كمتين شرفنا ومنورنا وصعداء بوجودك معنا والله أنا أسعد طبعاً نكون معاك ومع حبيبي وأخويا خالد طبعاً شانعف نكلمه بقى مستر مانو ولسه مديله بقى حتتين دلوقتي ماتش سات داونز وحقه بثلتين 2001 خالد كان من المهاجمين المميزين جداً واللي كان بيعني أقولك سجل أهداف ستبقى في ذاكرة الكرة المصرية لمئات السنين لا والراجل تلع مفصل الماتش عليه يعني هو عمل الماتش على خالد بيبو اعترف بعد كم سنة بعد كم سنة 15 سنة ولا كم سنة سنة كامية يا كابتن 2001 طبعاً 2001 ها دا أكتر كمان صدفة الفرقتين من جنوب أفريقيا والكرة بتاعت الفرقتين متشابهة ومستر مانو قدر يتعامل معاهم بشكل مميز يعني أن فرق جنوب أفريقيا لها طبع معين لازم تبقى عارفه يعني تمام مش عارفه نورانا كابتن يوسف كابتن خالد مش عارفة أتكلم ليس عارفة أتكلم ليه خلي جالك لما يتكلم عليك واحد زي مستر مانو جزي يعني قيمة كبيرة جداً في عالم التدريب وبالذات عندنا في مصر هو شخصية كانت مختلفة بالإزباننا وأثر فينا احنا كلنا حتى في عقلياتنا يعني ما أي حد بيجي تتكلم على مصر مانو جزي هو استفد منه حاجات كتير استفدت منه جهة الكورة استفدت منه حتى على شخصيتك إزاي تقدر تتعامل مع الفرقة وتعامل مع الناس لأنه هو كان بيتعامل مع كل واحد فينا في الفرقة بشخصية ودي ممكن هو مش يقولها لس إحنا نرأوا له يعني كان نشوف خالد شخصيته إيش يتعامل معها على أساس شخصيته بيوظفك صح؟ يعني بيحطك في المكان الصح؟ ودي سهل الممتنع يعني يعني حاجة سهلة وحاجة صعبة نفس الوقت في حاجتين مهمين جدا أول حاجة أبو عارف شخصيتك وتاني حاجة عارف لعبك ما أنا ممكن أبو عارف لعبك كويس قوي ومش شخصيتك ما هكنا بيتكلم أنا وكتن محمد يوسف قبل الهوى يعني أنا ممكن يكون عندي إمكانت كتير بس مش عافظ بس أغلها فهو قدر إنه هو يشتغل على شخصيات كل واحد فينا ويخشه كل واحد من مدخله وبالتالي خاد من كل واحد كورة حتى كمان كابت عامل كده مع الجهاز المعاون بتاعه خاد من كل واحد أسر حاجة تمام كابتين يوسف طمنا يعني بيبقى فيه متابعة للعبة النادي الأهل في منتخب مصر بكلمة